اولا ابل مبدأ الفيديو حابب اشكر الخمسة ستة اللي سعلوا علي في الكومنتات وقالوا انت ما بترفعش ليه فيديوهات بقى لك فترة بشكرهم جدا جدا وبشكر كل المتابعين الكرام تحياتي لكم طبعا الله يا جماعة النفسية يعني صعبة جدا جدا بسبب اللي يحصل اللي بيحصل في غزة لاخوتنا يعني والله ما في نفسية لالشغل ولا تصوير ولا للكلام ده كله ولكن يعني اهو كل فترة هنزل لكم فيديو الله المستعان لحد ما الغمة دي ان شاء الله ربنا يشل عنهم وعننا رب فيديو النهاردة طبعا انا كنت عملت النموذج ده من فترة ولكن بشكل مختلف خالص مش طبعا كل التفاصيل زي بعضها ولكن انا عندي مكان جنب بيتي بزبط فيه شوائد حاجات فبالتالي بزبط حاجات وبركنها بحيس ان انا برضو لما اجي اجهز المكان تكون حاجات كتير موجودة فان شاء الله ده هيكون جزء برضو من الحاجات اللي اعملها وكل فترة برضو هعملكم حاجة ان شاء الله تستفدوا بيها في الشغل اللي اعملوا في المكان اللي وردتلكم عليه ده وطبعا هيكون مكان جميل باذن الله هيكون زي جنينة كده هيكون فيها حاجات كتير ان شاء الله باذن الله هتعجبكم هتكون مفاجآت وحاجات نتعلم سوا ازاي لو عندنا مكان على السطح او مكان في مدخل بيت او مكان عندنا حابين ان احنا نستفد بيه ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع ليه فايدة ليكم يعني اول حاجة احنا بنجيب معنا طبعا اللي هو القفص ده وبنبدأ بعد كده نعمله الاياد دي الاياد دي طبعا من السلك السلك ده بيتباع في المحلات بتاعده ده سلك ده اسمه منشار غسيل فيه ناس بتجيبه بتستخدمه منشار غسيل لانه بيكون قوي مش زي اللي هو الحبل الحبل طبعا بيتأثر بالحرارة وبيبوز بسرعة لكن السلك ده بيكون قوي جدا فيه ناس كتير بتستخدمه لانه عملين الحاجة اللي بعد كده ابتديت ان انا اغلفه من الداخل بالكرتون وبعد كده عملتله طبعا في النص وبحط حديد ما عنديش حديد ممكن استخدم اللي هو الشبك العادي او السلك اللي هو العادي بتاع الشبابيك ما عنديش خالص ممكن استخدم اللي هو القماش ما فيش مشكلة لو ما فيش حاجة بقى عادي مش بستخدم ايا حاجة المهم بعد كده بجيب معايا الجزء اللي برا ده بابدأ ان انا اغلفه الميزة بقى ان هنا التغليب بيكون سهل جدا يا جماعة يعني مش بيكون صعب لسببين اول سبب معايا اللي هو الشبك البلاستيك اللي في النص ده اول ميزة البلاستيك اللي في النص ده يا جماعة ان هو وانت بتغلب بالاسمان تيبكون موضوع سهل جدا والاسمنت مش بيقع منك وبيمسك بسرعة لان هو اصلا الحكة اللي هي المفراغة دي بتمسك الاسمنت بتشيله الحاجة التانية الكارتون اللي انا حطيته في الداخل بيمتص المية اللي موجودة في الاسمنت فبالتالي بيخلي الاسمنت ينشف بسرعة فبيمسك يعني دي برضو الموضوع سهل جدا انا بوضح التفاصيل دي ليه علشان الناس اللي حابة ان هي تنفس حاجة زي كده ما تستصعبش الموضوع الموضوع سهل جدا والحاجات دي سهلة ولكن مهم جدا ان انت تكون غاوي الحاجة دي ان انت تنفزها فبالتالي بتلاقي الموضوع بالنسبة لك ما هو الصعب بعد كده ابتدت ان انا استخدم معايا الاماش ده اماش قديم ببدأ ان انا الفه على الايادي بحيث ان انا عامل تخانة انا بعمل هنا تخانة كويسة وببدأ ان انا اربط اللي هو الاماش بالسيك اللي هو الرباط تمام بعمل طبقتين او تلاتة بحيث ان هو يبقى معايا تمام التمام ويعمل معايا طبقة كويسة بعد كده ببدأ ان انا استخدم معايا اللي هو الاسمنت اخدوا بالكم يا جماعة الاسمنت القوام بتاعه بيكون شديد شوية يعني مثلا لو احط كيلو رام اللي بحط عليه نص كيلو اسمنت فطبعا القوام ده بيكون قوام كويس وبيكون تمام وبيمسك كويس جدا ببدأ بعد كده اغلي في الايادي بطبقة الاول من الاسمنت طبعا مهم جدا قبل ما احط الاسمنت بحط ميا كتير علشان الاسمنت يمسك بعد كده ببدأ ان انا فك الكارتون ده طبعا بعد كده بتلاقي الكارتون ده سهل جدا وبيتفك بكل سهولة لان هو خلاص شرب ميا ويبتدى ان هو يفصل خلاص من الجنب طبعا بمجرد ان انا بشيل اللي هو الكارتون ده بنظف مكان كويس جدا وببدأ ان انا ارش ميا اهم حاجة ترش ميا كتير لان الميا دي يا جماعة مهمة جدا لو انت بتحط طبعة على طبقة فبالتالي لازم تحط ميا علشان ما تفصلش منك والطبعتين يمسكوا ببعض بشكل كويس ببدأ اعمل الطبعة اللي من الداخل انا كده صبطت الدنيا والموضوع بقى بالنسبالي القفز زي الحديد حرفيا بقى زي الحديد ليه لان العظم بتاع القفز نفسه بقى رباط بين الطبقة اللي جوه والطبقة اللي برا بتاعت الأسمنت وبقى كله كده تمام انا هنا بستعين بشوية من الفل المبشور الفل ده بتبشوره بالمبشرة بتاعته الخضار او بالكبة او بالخلاط ايا كان بتحط في الفل وتبشوره عادي انا هنا بحط الفل ليه علشان اعمل حيز او اعمل طبقة كبيرة وفي نفس الوقت ما تتقلش معايا الايادي او تتقل معايا الشكل كله يعني الافص نفسه يا جماعة انا بزود التخانة بتاعت الايادي وفي نفس الوقت بيكون خفيف مش تقيل علشان لما يحركوا من هنا الهنا ما يبقاش تقيل معايا ويبقى تمام التمام اهود بعمل كده الطبقة الاولانية انا هنا بزبط الايادي بحيس ان هي تديني طبقة كويسة علشان في الاخر الفينش معايا يبقى ممتاز جدا وبعمل معايا زي الفروع بتاعت الشجرة اللي هي بيكون فيها تخانة وتمام اهود ببدأ واحدة واحدة هنا طبعا الجزء اللي هو اللي في الجنب او البرواز ببدأ ازوده بالاسمنت واحدة واحدة طبعا مهم جدا يا جماعة الاسمنت ما يكون اسمنت مش بايز لان فيه ناس كتير بتجيب اسمنت وبتركن عندها شهر ولا حاجة وبتبدأ تستخدمه فبتلاقي الاسمنت فصل من الرمل هنا حبيت ان انا ازود برضو هود طبعا انا بزود الايادي كلها وبدأ الطبقة الجميلة دي بحيس ان انا قدر اشتغل عليها بعد كده وازبط التفاصيل اللي انا محتاجها هود بستعين باي حاجة سكينة مقص اي حاجة لها سن كده وببدأ ان انا ازبط بقى التفاصيل دي قدر المستطاع انا بحاول هنا اجيب الشكل الطبيعي على قد مقدر هنا في الجزء برضو ده ببدأ ان انا ازبطه بحيس ان انا اعمل قطعة من الخشب طبعا قطعة من الخشب او الوح من الخشب او قطعتين من الخشب انا بافصل بينهم بالخط ده وببدأ بعد كده ازبط التفاصيل التفاصيل يا جماعة مش محتاج حاجة يعني انت معاك اي حاجة حادة زي اللي احنا شايفينها دي لو مصمات بتبدأ تزبط به الموضوع اللي هو محتاج ادوات ولا محتاج امكانيات ولا محتاج اي حاجة خالص الفكرة بسيطة وطبعا موجود معاكم اي سؤال او اي استفسار انا برد على كل الكومنتات حرفيا وبتابع كل الكومنتات وكل التعليقات طبعا بالنسبة لي مهمة جدا ورأيكم اهم من الفيديو نفسه بعمل بعد كده اللي هو الحزام ده طب الحزام ده برضو بيكون دكورة وبيكون تكميلة للشكل اللي معايا ميزة الاسمانت يا جماعة ومادة الاسمان طبعا بتكون مادة مرنة بقدر اشكلها زي ما انا عاي هنا برضو شدت الكارتون اللي تحت بحيس ان انا ازبط الجزء اللي تحت مهم جدا لو بتعمل اي شكل ايا كان بتهتم بكل التفاصيل وبتهتم بكل مكان في الشكل بحيس ان هو في الاخر يطلع ممتاز وتقدر تستفاد بي ويكون عاملي جدا جدا طبعا زي ما انتو شايفين دي الست بسلة طبعا دي حشرية في كل حاجة ما بتسبنيش حرفيا في كل الشغل معايا لازقالي زي ما انتو شايفين طبعا دي جميلة جدا جدا وبتده رأي كويس حشرية لدرجة غريبة يعني بصوا شغلة نفسها بكل كبيرة وصغيرة في البيت بكل كبيرة وصغيرة طلع مع الناس سبحان الله لو نملة معدية بتخاف منها سيبت الشكل اللي معايا يوم كامل علشان ينشف كويس جدا وابدأ اشتغل عليه طبعا مهم جدا انت تسيب شكل زي ده يوم او يومين او تلات تيام ما فيش مشكلة علشان خاطر يفرغ الميا اللي فيه ويبدأ ان هو يخف كمان لان الاسمنت لما بيفرغ الميا اللي فيه بيبدأ يخف زي الجبس بالزبط وبعد كده ابتديت ان انا اشتغل عليه تلوين بالالوان المائية انا بستخدم الالوان المائية في شغل كله لان انا في الاخر بدهن مادة عزلة ودي بتكون قوية جدا وبالنسبة لي بتكون اقوى من الزيت واقوى من الدوك واقوى من الكلام ده كله علشان كده بيشتغل بالدهانات المائية في اي منتج انا بعمله وانا متطمد بدي طبعا واحدة بس من الدهان اللي هو الاسود وبعد كده ببدأ ان انا ابتن عليه انا هنا بشتغل بالوان معينة الالوان بتنحصر ان هي بتكون قدر المستطاع بتكون الالوان الطبيعية بتاعت الخشب او اللي انا اقدر ان انا اطلعها من الالوان اللي موجودة عندي او المتاحة عندي انا تقريبا بشتغل بالالوان البج واللون اللي هو الطوبي والوان معروفة ومش الوان كتير لان الاشكال دي بتكون محتاجة الوان معينة او بتكون انت شغال في الوان محددة مع اختلاف الدرجات بتاعتها بقى يعني انت شغال في البيج تشتغل الفاتح والغامة بتشتغل في البني بتشتغل في البنة الغامة والفتح درجات كده مش بتطلع تخش في ألوان تانية إلا في حاجات بسيطة جدا يعني أهوات دي المادة جماعة اللي أنا بقول لكم عليها طبعا المادة دي احنا كنا شرحناها كتير قبل كده وفكرتها سهلة جدا المادة باختصار انت بتجيب البنزين 92 92 مش بنزين 80 وبتحط عليه فل وبتسيبه يوم كامل وبعد كده بتبدأ ان انت تستخدمه بنفس الطريقة دي ولكن مهم جدا ان انت تسيب المادة يوم كامل وتقدر تستخدم البديل البنزين يكون التنر الحار ولكن التنر الحار بيكون سعره غال شوية أنا بستخدم بنزين 92 ممتاز جدا وبقدم عي الغرض وحاجة بسم الله ما شاء الله الفينش يا جماعة زي ما انتوا شايفين حاجة قمة الروعة طبعا حرفيا هو التصوير ظالم الشكل ونحسس نوا كينز كده مش عارف ليه ولكن اهم حاجة ان الفكرة تكون وصلت لكم والموضوع بالنسبة لكم يكون بسيط وطبعا اي سؤالة وهي حاجة الموجود معكم في الكومنتات تحت عمركم حطوا السؤال وانا هرد عليه على طول بإذن الله شوفوا جماعة التفاصيل جميلة جدا جدا والشكل روعة ان شاء الله يكون معنا حاجات كتير وزي ما قلت لكم في مكان انا بجهزه ان شاء الله يكون في تفاصيل كتير هتعجبكم وحاجات كرياتيف كمان ان شاء الله هتنالي عجبكم في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعل اخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ان شاء الله بإذن الله وتصلى على حبيب وحبيبكم صلى الله عليه وسلم وتحطوا لايك لو أعجبكم الفيديو بشكركم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر